تطبيق عربي الهوية عالمي الانتشار يحمل بين طياته رسالة ثقافية علمية يقوم عليها عدد من أخصائي اللغات العربية يحمل اسمه الراوي حيث يقوم بتحويل الكتب العربية إلى كتب مسموعة بعد تهيئتها لتتحول إلى رواية مسموعة مفهومة سهلة وبسيطة بلغة عربية سليمة الحمد لله قام تطبيق الراوي بالفوز بجائزة محمد بن راشد المكتوم لأفضل شركة ناشئة على مستوى العالم العربي طبعا تركيزنا في الفترة المقبلة على المحتوى ونحسن نوعية المحتوى نضيف كم أكبر من الكتب الصوتية نركز على تسويق التطبيق على أساس تعريف المؤسسات والشباب والمدارس عن وجود تطبيق التطبيق لا دور كبير في التنمية المستدامة من حيث تنمية اللغة العربية تنمية الثقافة تشجيع المتحدثين باللغة العربية والمستمعين باللغة العربية لقراءة واستماع الكتب بشكل صوتي وهمنا أن نأكد أن التطبيق بحرين المنشأ عربي الهوية ويصل إلى العالمية برنامج متكامل يخدم كافة فئات المجتمع بلا استثناء خصوصا وإنه أخذ منحا خاصا تميز به حيث تخصص في توفير الكتب العربية المسموعة بجودة عالية يمكن الحصول عليها عبر الأجهزة الذكية من خلال تحميل تطبيق مدفوع يكمن جوهر الإبداع في استخدام خيالك في مواجهة التحديات أول مكتبة عربية غنية بالمعلومات القيمة المسموعة فرضت نفسها في عالم التطبيقات الذكية فخلال 12 شهرا ضمت هذه المكتبة أكثر من 200 كتاب وآلاف المشتركين حول العالم خصوصا وإن هذا التطبيق قد دع صيته في كافة بقاع الأرض وظيفتي في الراوي مدقق لغوي أعمل على إعادة إخراج النص للمستمع لأن آليات التماسك النص في المقرؤ تختلف عن المستمع فلذلك أعمل على تشكيله كاملا ثم إخراجه للقراءة بعد ذلك أعمل مع الرواة على إيقاف الأخطاء أو على تعديل الأخطاء ثم في النهاية على المونتاج هذه الجهود التي يبذلها القائمون على هذا التطبيق توجد بفوز لافت عن فئة أفضل مشروع ناشئ على مستوى الوطن العربي لعام 2018 ضمن آلاف المتقدمين لجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب الراوي تطبيق رائد متخص في توفير الكتب العربية المسموعة بجودة عالية يهدف إلى جعل الثقافة ممتعة وسهلة لمختلف فئات المجتمع حول العالم خول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر